قبل قليل صافرات انذار في عدد واسع من البلدات في الجليل الأعلى وفي إصبع الجليل كنا قد رأينا صاروخ اعتراضي واحد سمعنا أيضا انفجاره يبدو بأن هناك كانت مسيرة دخلت من لبنان نحو الأجواء الإسرائيلية وتم اعتراضها ويبدو بأن صافرة الانذار الثانية انطلقت بسبب شظايا صاروخ الاعتراض حتى الآن لا يوجد بلاغات رسمية بشأن أضرار أو بشأن قذائف صاروخية لكن يبدو بأن تخميننا هو الأقرب إلى الدقة بأن كانت هناك مسيرة أطلقت صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية الذي سمعنا صوت انفجاره الآن نعم هذا يبدو الدخان ربما هذا صاروخ اعتراضي آخر نراه الآن على الهواء مباشرة لا نعلم ما هو الهدف الجوي الذي اعترضه إن كان هناك هدف جوي مشبوه ولكن هذا ثاني صاروخ اعتراض نراه الآن في سماء الجليل الأعلى وهذه الإشارات ما تبقى من هذا الصاروخ الاعتراضي الذي انطلق من القبة الحديدية في منطقة الجليل الأعلى نتحدث عن منطقة قريبة من كريات شموني قريبة جدا أيضا من هذه المنطقة صوت انفجار آخر يبدو بأنها قذيفة قذيفة إسرائيلية مدفعية نحو القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني هذا النهار كان هادئا حتى الآن على الأقل من الجانب الإسرائيلي طبعا كان هناك قذائف مدفعية إسرائيلية وغارات أطلقت نحو أكثر من منطقة في الجنوب اللبناني لكن هذا هو الحدث الأول من الجهة الإسرائيلية صافرات انذار وإطلاق هذا ثاني صاروخ اعتراضي نراه ينطلق الآن قبل ثواني كان هناك أيضا صافرات انذار في الجليل الأعلى مرة أخرى حين نقول إيمان إطلاق صاروخ اعتراضي على هدف جوي هنا كلمة هدف جوي هي صاروخي يعني صاروخ أطلق من جنوب لبنان ليس بالضرورة قد يكون هذا مجرد مسيرة انطلقت من الأجواء اللبنانية نحو إسرائيل وهذا ليس بالنسبة لإسرائيل على الأقل ليس بأقل خطورة من القذائف لأن هذه المسيرات قد تكون مفخخة تحمل بعض الرؤوس المتفجرة وأيضا ممكن أن تكون طائرات مسيرات استطلاع تجمع استخبارات في الأراضي الإسرائيلية وهذا الأمر منذ بداية الحرب على قطاع غزة وبداية العمليات القتالية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هي متكرر بشكل تقريبا يومي يعني هذه حرب المسيرات وهي تستنزف كثيرا قدرات الجيش الإسرائيلي من حيث اعتراضها وأيضا من حيث الانذارات والتخوف من أن تكون هذه المسيرات تحمل رؤوس متفجرة إذن ثلاث صافرات انذار على التوالي خلال الدقائق الأخيرة في الجليل الأعلى بالإضافة إلى الصاروخين اعتراضيين رأيناهما في سماء الجليل اعتراضا ربما مسيرة أو مسيرتان دخلتا من الأجواء اللبنانية نحو الجليل الأعلى ولكن اسمح لي أيضا أنه كان بالتزامن مع هذه الانذارات أيضا انذارات في منطقة تل أبيب وضواحيها الشمالية وكان هناك أيضا سماع دوي ثلاثة انفجارات الإسعاف الإسرائيلي قال بأنه لم يبلغ حتى الآن عن أضرار أو عن إصابات ولكن يبدو بأن هناك الشظايا أيضا سقطت في منطقة تل أبيب هل نستطيع إيمان أن نميز من بدأ الاشتباك اليوم من الطرفين؟ هل يسعر علينا ذلك؟ إذا كنت تتحدث إذا كنت تقصد على الجبهة الشمالية يبدو بأن إسرائيل بدأت اليوم بالقذائف المدفعية نحو جنوب لبنان رأينا هذا الأمر يتكرر في الأيام الأخيرة منذ انتهاء الهدنة في قطاع غزة وانتهائها طبعا على الجبهة الشمالية كانت إسرائيل تبادر إلى قصف مناطق في لبنان ربما لتمشيط المنطقة وربما أيضا من أجل إبعاد عناصر حزب الله عن المناطق الحدودية ومنعهم من إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية بالأمس كان هناك مثلا عامل الطقس كان عاملا رئيسيا كان هناك ضباب كثيف جدا وبالتالي ربما هذا سهل على عناصر حزب الله بأن يعملوا في مناطق الجنوب دون أن يكونوا مرئيين بشكل واضح للقوات الإسرائيلية ورأينا 12 عملية بالأمس وأول أمس أيضا رأينا الكثير من العمليات التي تبناها حزب الله دون أن تتمكن إسرائيل من اغتيال أو إطلاق نار نحو هذه المجموعات بسبب كثافة الضباب في تلك المنطقة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية ولكن اليوم بدأت إسرائيل هي بالقصف على جنوب لبنان كما حدث قبل عدة أيام وكان هذا الأمر يعني انذارا بتصعيد إسرائيلي على الجبهة الشمالية بمعنى أن إسرائيل بدأت فقط في هذه الحرب بدأت كانت ترد فقط على إطلاق النار ثم انتقلت إلى اغتيال مجموعات كانت تراها تحاول إطلاق النار وانطلقت إلى مرحلة التصعيد الثالثة وهي المبادرة بالهجوم على مناطق في جنوب لبنان حتى دون أن يكون هناك إطلاق نار أو صواريخ من قبل حزب الله على الأراضي الإسرائيلية إمان جبور مراسلة الغد من الجليل الأعلى شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر